الموضوع بخوف شوي بصراحة يعني هو كيف فينا نعالج السترس يمكن استرس الكلمة الإنجليزية مفهومة أكتر من تفسيرها في اللغة العربية بس حطناها تحت كلمة الإجهاد أو الضغوطات فإذن خلينا نسأل السؤال الأول ما هو الإجهاد؟ إيش السترس يعني؟ أنا دائما أحب أن أبدأ بآية بقول بإنجيل يوحنى لساحة 14 والآية 27 سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب الرب إجا لا يعطينا سلام السترس موضوع كبير جدا 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 باختصار تعريفه الحرفي هو الضغط والتوتر أو الإجهاد التوتر من كلمة وتر لما بتشده يتوتر بيحطه تنشني بيحطه شد على الوتر بيشدوله فالتوتر أو الضغط هي حالة من الضغط النفسي أو العاطفي يلي يعاني منها الإنسان التي تؤثر على جسده فالحالة الاجتماعية الحياتية خيارات الحياة نمط برنامج الحياة يؤثر على نفوسنا على أفكارنا هذا يحط ضغط على أجسادنا والسترس هو ليس فقط حالة نفسية أو عاطفية لكن هي أيضا حالة جسدية لأنه لما بنحط إجهاد سترس على الإنسان الإرهاق هو أكثر من الإرهاق لأن الإرهاق في حالة تعب ممكن الإنسان يكون سترس ومش تعبين أبدا يكون إنسان متوتر بحالة اندفاع كاملة لكن فيما بعد تقضي عليه فهي اليوم سترس هو ينزل تحت خانة الأمراض أصبح يصنف مرض لأنه جسديا في غدد فوق الكلاوي التي تفرز مادتين الأدرنالين والكورتيزول إحنا الكيمائيات في الجسم يلي هي نوع من الأسيد نوع من السكريات يلي لما أنت تتعرض لحالة معينة تشتغل هالكيمائيات في جسمك لتعطيك اندفاع وطاقة للعمل لمواجهة الحياة وهذا الاسترس بحد ذاته ليس غلط ليس خطأ نحن نحتاجه يعني عبد أسف بتسأل أغلب الناس مسحيين وغير مسحيين من كل الديانات من كل الطواقف على ما يبدو أنها حالة على الأغلبية العظمة فدام تسمع يعني هون مثلا في نورث أمريكا بقولك I am stressed out صحيح العالم هو يقوله ولا يقوله أني أنا تعبان لكن تقنيا هي أكثر من ذلك كلنا نحتاج للسترس لنوع من الضغط لنطعب من الصبح وتتطلع بساعتك تقول أنا صار لازم قوم للعمل فجأة بتكون ناسين إذا ما عندك عمل بتفتع عيونك بالطلع بتقول أنا رح أرجع نام لأن هالإفرازات لم تحصل في جسدك إذا تشعر حالك متأخر فجأة ترى أن النوم طار أنه عاس تبخر هناك طاقة عندك لتروح للعمل والله صمم هالسيستام هالجهاز في الإنسان حتى يفرز الإفرازات لا تشتغل وتتعب بعدين تجي إلى البيت فتنطفق هذه الإفرازات ترتاح تنام وهي تعيد نفسها لكن لما الإنسان بيوصل لحالة من السترس هالغدد هاي بتصير بحالة إفراز مستمر لهالنوع من الأسيد يلي بيخلي الإنسان دائما مهتاج عصابه مشدودة متوترة وبما أنه ينوع من الأسيد ليش هي مرض؟ لأنها تضرب أجهزة الإنسان بشناك بتروح وقت عن الطبيب أحد يسمى عن الطبيب صداع أو وجع رأبة أو مفاصل أو أعصاب أو انتفاخ في المعدي أو بيفحصوا بأنه ما بيكشي سترس سترس فهي تضرب المواقع الضعيفة فينا لأنه أول ما تضرب وبحب أن نتركها لأي نقطة تانية لأنه يدركها عزيزنا المشاهد هي تضرب جهاز المناعة في الإنسان فربما لم تكن هي بقولوا السترس بيعمل سرطان صح أو لا بيعمل قلب هو ما بيعمل سرطان لكنه يضعف المناعة فالخلايا السرطانية تهاجم الإنسان بدون دفاع في الجسم فالسترس هو إذا بدك بنزين يلي إذا ضخ في معدلات طبيعية هو يدفع السيارة لكن إذا ضخ أكتر من لازم بسبب حريقة ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا